تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن طلبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي من مجلس الأمن الدولي الجمعة التحرك في الحال لتمديد التحقيق حول الهجمات التي استخدمت فيها أسلحة كيميائية في سوريا على الرغم من إمكاني أن تستخدم موسكو الفيتو لمنع هذا التمديد أفادت مصادر أمنية اليوم بارتفاع عدد قتل أفراد الشرطة المصرية في هجوم منطقة الواحات في الجيزة إلى 55 قتيل ووقع الهجوم يوم أمس على بعد نحو 135 كم من العاصمة القاهرة وقالت المصادر إن قوات الأمن سقطت في كمين نصبه المسلحون على توجهها إلى المنطقة لإلقاء القبض على متشددين يبدأ وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن الأسبوع المقبل جولة في الشرق الأوسط تتضمن زيارة السعودية والإمارات وقطر لبحث عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك وأوضح مونشن أن الجولة ستشهد كذلك الانخراط مع الشركاء في الشرق الأوسط بشأن الاستراتيجية الجديدة لإدارة ترامب تجاه مواجهة التأثير المزعزة للاستقرار من جانب إيران في المنطقة أكدت وزارة الخارجية الإيرانية على أهمية التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاق النوضي مشيرة إلى أن عدم احترام واشنطن للاتفاق سيؤدي إلى انهياره كليا كما أعرب عباس عرقجي نائب وزير الخارجي الإيراني عن أمله في أن تحافظ الدول الأوروبية على أعمالها وشركاتها التي تعمل في إيران قال رئيس البزراء الإسباني ماريانو الرخوي أن الحكومة المركزية في مدريد ستعلق مهام حكومة كتالونيا ردا على الاستفداء الذي أجراه الإقليم من أجل الانفصال وعلن رخوي عن انتخابات محلية في منطقة كتالونيا خلال ستة أشهر ما يعني فرض حكم مباشر من مدريد على الإقليم أعلن تونس قرارها إعفاء المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من تأشيرة الدهول إلى الأراضي التونسية في مسعى لاستقطاب السياح من هذه المنطقة خاصة العرب وتشجيع الاستثمار وأصبح بالإمكان الحصول على تأشيرة الدهول إلى تونس بمجرد الوصول إلى المطار قد يشهد سكان الأرض الليلة زخات شهابية سببها بشكل أو بآخر مذنب هالي حيث ستمتلأ السماء بزخات من الضوء وفق ما أعلنته ناس فإن الظاهرة ستؤدي إلى هطول شهابي قد يصل معدله إلى عشرين شهابا وربما أكثر في الساعة الواحدة نهاية الموجز في أمان الله